إلى الملف السوري حيث دع المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تفعيل أدوات الضغط والمساءلة المشروعة في سوريا لمحاسبة نظام بشار الأسد عن انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان وذلك في ضوء الكشف عن مواقع جديدة لمقابر جماعية تضم رفاة آلاف الأشخاص ممن قضوا على يد قوات النظام السوري واستند التحقيق إلى مقابلات مع أربعة سوريين عملوا في مقابر جماعية سرية اثنان منهم لاجئان الآن في ألمانيا وواحد في لبنان والآخر في سوريا وفضل ثلاثة منهم بالتأكيد بقاء هويتهم مجهولة خوفا من التعرض لعائلاتهم من أعمال انتقامية من قبل النظام السوري معي لمناقشة الملف الحقوقي السوري الخبير في القانون الدولي دكتور مرتز سليمان أهلا بك دكتور مرتز بداية عن المقابر السورية السرية في سوريا هذه ليست جديدة وحتى ليست حتى معروفة من أيام الثورة السورية بل معروفة من أيام الأسد الأب هل هناك رصد تقريب الآن لعدد المقابر الجماعية التي فعلا تم اكتشافها وتوثيقها؟ طبع الرصد كامل حقيقي على أرض الواقع لا لأن هناك مناطق كثيرة ما زال يحكم عليها النظام وهي تح سيطرة النظام والقوات الروسية هذه المناطق فيها مقابر جماعية مثلا فلنأتي فرض مثال على غوطة دمشق أو درعو مثلا هذه الأماكن الآن موجودة فيها النظام فيها أكثر من مقابر جماعية أكثر بكثير مما نحن نتوقع لأنه إذا نحن فكرنا ما حدث في سوريا خلال 11 عاما اللي مضت من الجرائم اللي ارتكبها نظام بشار الأسد والروس معه والميليشيات الإيرانية التابعة له وهذه الميليشيات قتلت ناس ودفنتهم في بيوتها هناك مثلا حادثة حدثت في الزبداني عندما الميليشيات العراقية اللي جاءت قتلت عائلة بكامله وأحرقت الجد والعفيد ما بعض وافتخروا فيها في عام 2012 هذه معروفة يعني حتى الإعلام حكى فيها إذن هذه المقابر لا أحد يستطيع أن يحدد ما هي أعدادها أعداد المفقودين في سوريا أكثر مما نتوقع بعض المؤسسات الحقوقية تقوى 600 ألف بعض منها تقوى 800 ألف أنا بتصوري أكثر من هذا بكثير نعم إذن هذا نمط يعني يستخدمه النظام بعد قيامه بمجازر نعم نعم لماذا مثلا لا يقوم النظام بتسليم جثمان الضحايا لذويهم لكي لا يكون هناك كشف طبي أو لكي يتستر على جرائمه يعني مثلا الذين ماتوا في أخبية السجون من نظام بشار الأسر أكثر من 200 ألف الأعداد المتوفرة لدى المنظمات الحقوقية أكثر من 200 ألف لم أحد يستلم جثة واحدة من هذه الجثة أهل دارية أكثر من خمسة آلاف من دارية الذين قتلوا وأهلهم شردوا كلهم قيد ضد مجهول لا أحد يعرف أين ابنه أو أخوه أو أباه طيب أنت كخبير في القانون الدولي النظام السوري بهذا الأسلوب يعني هل يريد أن يعفي نفسه من أي مساءلة في المستقبل عن أرواحها؟ النظام السوري منذ أيام المغبور حفظ الأسد عنده هذا النظام أو هذا السيستم الموجود الآن النهج الذي موجود أنا كنت في المعتقل في سنة 98 و الناس ماتوا تحت التعديد وقيل عن مخابر جماعي في تجور أيضا في الثمانينات وقيل عن أحوام الأسيد أيضا كان في فروعة المخابرات السورية موجودة هذه حتى تحدثت أكثر من مرة إذا كان بعض الأخوة الفلسطينيين أو لبنانيين يقولون أن لنا مفقودين في سوريا من الثمانينات من يبقى حياً من الثمانينات حتى الآن في سجون بشار الأساء حفظ أسد وابنه بشار الأساء هذا ممنهج عندهم من زمان كان هناك سجون مقابر جماعية في سجن تدمر مقابر جماعية في صيدنايا في عام 2008 أكثر من 180 من المعتقلين لذلك تم قتلهم إعدامهم من قبل الماهر الأسد تم دفنهم جماعيا في مقابر في جوة السجن في صيدنايا إذن هذه المقابر هي موجودة من أيام حفظ الأسد في الثمانينات في حمى كان هناك مقابر جماعية 65 ألف قتلوا في حمى أين ذهبوا؟ مقابر جماعية هذه المقابرة الجديدة التي تحدث عنها هؤلاء الأربعة اثنان منهم في ألمانيا هل هناك أي معلومات عن هذه المقابرة الجديدة؟ لا بالنسبة لي أنا ليس عندي معلومات لأنه لست أنا على أرض الواقع أنا لست موجودا في سوريا هؤلاء أتوا بشهادات هم رأوا ومنهم من يعلم أن تم دفن بعض الناس في هذه الأماكن ولكن أيضا هناك نظام عند المخابرات السورية أو عند الجيش السوري كان مرقم المقابر الجماعية مثلا من خط واحد إلى خط عشرة يكون هناك ثلاث مقابر جماعية حوالي القابون ومساكن برده كان هم يدفنون الذين يموتون في السجون يدفنوهم وكان هناك أرقام موجودة عند الاستخبارات السورية يعني شيء غريب لماذا هذا الاهتمام من النظام بهذه القضية؟ لك لا توثيق طبعا تتعلق به هو هو حتى النظام من أيام حاضر عندما يتم اعتقال أي شخص لا يتم اعتقاله تحت اسمه لا يضعون رقم معين إذا حتى كل المنظمات الحقوقية سألت عنه لا أحد يعرف بهذا الاسم من هو ممكن يحطوا رقم هوية واحد مية من عشر سنين لكن النظام يعلم ذلك لكن طبعا هناك كلهم أنا سمعت بأن النظام يريد ذلك حتى الجهات الأمنية فيما بينها يعني يعرف هذا المعتقل يتبع لأي جهة أمنية ما ومن الجهة التي قامت بقتله 17 جهاز أمني عند حفظ الأسد عندما أسس أسس 17 جهاز أمني 17 جهاز أمني الكل وكله يعتقل الكل يعتقل والكل يعمل بشكل فرادي والكل يتبع للقصر الجمهوري هذه الدوائر إدارة الأمن الدولي إدارة الأمن الجوي إدارة الأمن السياسي ومن ثم إدارة الأمن القومي ومن ثم اللي هي مخابرات الجوية هذه الأجهزة الأمنية لها فروع كلها تعمل بشكل فردي باعتقال المواطنين أو المعارضين معظم شوارع في دمشق هي أقبية تحت لما بتمشي أنت فيه تحت منك فيه سجون في أقبية في هذه السجون هذا النظام موجود عنده هذا الشيء موجود من أيام حافظ أسد مثلا إذا تم اعتقاله عند أمن الدولة بعد شهر يطلبه أمن الجوي يحقق معه يعودون فهناك ترابط الكل يتابع للقصر الجمهوري الكل تابع للقصر الجمهوري بكل التعليمات تأتي كان من حافظ أسد ومن بشار الأسد بشأن المعتقلين هذا واضح الآن دكتور ممتاز القتل هي جريمة فضيعة والتعذيب أيضا جريمة أيضا فضيعة ولكن هل تقل هذه الجرائم عن جرائم ترتكب بحق الأموات نفسهم يعني أن يخفى الميت أن يحرق أو أن يذاب وأن لا يبلغ أهله بموته وبمكان قطره هي حسب القانون الدولي كلها جرائم بنفس الخانة إن عذبت أو اعتقلت شخص بدون ذنب أو بدون نص قانوني أو اعتديت أو مهما كان نوع الاعتداء هذه جرائم لكن حتى الدفن الجماعي هذا وإخفاء الجثث ألا يعتبر أيضا جريمة ما هي جرائم طبعا ما هي المقابر الجماعية هي نوع من أنواع الجرائم التي نتحدث عنها أنت أخفيت شخص اعتقلته ومن ثم قتلته ودفنته بشكل مخفي لأهل حتى الآن هناك ناس عندهم أمل أن أبنائهم عايشين ممكن يرجعوا في أي لحظة يعني عايشين على أمل ومن ثم الصدمة تأتي لأ أبنكم ميت ولا يعرف أين جثثه ولا يعرف أين آه بالإضافة إلى الجثث التي تم توزيعها على كليات الطب في سوريا للتشريح هذه أيضا جريمة أخرى وحدثت في عام 2015 إحدى الطالبات في السنة الأخيرة من كليات الطب شاهدت جثث أخيها يا نطيف في المشرحة وأجبرها الدكتور أن تحضر المحاضرة إذن هذه جرائم هي موجودة جرائم موجودة يعني الذي يقصد هذه جرائم جدا ضد الإنسانية بالتأكيد طبعا هي جرائم ضد الإنسانية هي معروفة في هناك بنوت في القانون الدولي هذه البنوت تطبق على كل هذه الجرائم التي انتكبها نظام حاضر أساده وابنه أيضا إخفاء القسري الاعتقال القسري التعذيب ثم القتل ثم الدفن في مقابر جماعية هذه كلها بنوت هل يمكن أن تمحى آثار هذه الجريمة يوما من الأيام؟ لا لأنه حتى إذا مكتشف القبر يمكن التعرف على جثامين الضحية من خلال الدياني نعم نعم يمكن التعرف على الضحايا طبعا هي مكلفة وتأخذ وقت ولكن ممكن لأنها في تشيلي مثلا منذ عام 1975 عندما بينوشي تم اعتقاله في التسعينات أو في التسعة وتسعين عندما تم اعتقاله وفتح هذه المقابر تم التعرف على معظم الجسس التي كانت في مقابر جماعية في أيام ستالين المقابر التي كانت في سيبيريا تم اكتشاف بعضها وتم التعرف على بعض الجسس حتى كان هناك جنود ألمان أيضا من الحرب العالمي الثاني كانت هناك مقابر جماعية هذه تأخذ وقتا لن تمحى لا لن تمحى وليس ولا تتقادم بالزمن أيضا هي هذه جرائم جرائم لا 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 ليس فيها تقادم لا لكن من سوف يحاكم؟ هذا هو السؤال من هي الجهة التي تستطيع محاكمة هذا النظام الذي من خلفه إسرائيل والروس والصين موجودين هذا هو السؤال الذي نطرحه دائما متى ستكون هناك محكمة جنايات دولي ومتى سوف يتم اعتقال هؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم؟ ستكون محكمة جنايات سورية لمعاقبة هؤلاء يوم نتمنى أن يكون هناك محاكم وليس محكمة لأنها جرائم يعني أنا بنظري أكثر من مليون مفقود حتى هذه اللحظة في سوريا جرائم يندلها جبين الإنسانية